اهلا بكم سنة خمسة ابتدائي ومعانا النهاردة فيديو الخمسين سؤال على تاني درس عندنا في الوحدة التانية بعنوان مصر في عصري البطالمة والرومان وبعد ما نحل مع بعض الاسئلة دي هتلاقيني سايب لك لينك تحت الفيديو على طول علشان تحمل منه الاسئلة دي وتطبعها براحتك ويلا بينا نشوف الاسئلة بتاعتنا بتقول ايه واول سؤال عندنا سؤال صح وغلط وبيقول لي رقم واحد تقرب الاسكندر الاكبر الى المصريين فقام بزيارة معبد القرنق اقول له غلط الاسكندر الاكبر زار معبد الاله امون في واحد سيوة مش معبد القرنق طب رقم اتنين يعتبر الملك بطلميوس الاول مؤسس دولة البطالمة في مصر الملك بطلميوس الاول هو اللي اسس دولة اسمها دولة البطالمة في مصر اقول له طبعا صح وكمان استكمل بناء مدينة الإسكندرية بعد وفاة الإسكندر الأكبر طب رقم 3 قام الحكم البطلمي في مصر على أساس الديمقراطية والحرية للمصريين أقوله غلط نظام الحكم البطلمي في مصر كان ملكيا مطلقا لكن فيه ديمقراطية هو لكن فيه حرية طب رقم 4 خطط الإسكندر الأكبر لبناء مدينة الإسكندرية هل الإسكندر هو اللي خطط لبناء مدينة الإسكندرية أقول له أيوه طبعا صحة لتكون عاصمة للبلاد طب رقم 5 كان المصريون يشاركون في حكم بلادهم أثناء حكم البطلمة غلط طبعا لم يكن للمصريين دور في الحكم أصلا لا أيام البطلمة ولا أيام الرومان طب رقم 6 أدى ظهور المسيحية إلى زيادة الاضطهاد الروماني للمصريين قديما يعني لما الديانة المسيحية ظهرت ده أدى إلى زيادة ظلم الرومان للمصريين كمان أقول له صحة طب رقم 7 تدخلت روما في شؤون مصر الداخلية في عهد كليوباترا السبعة يعني الامبراطورية الرومانية كانت بتتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مصر لما كانت الملكة كليوباترا السبعة بتحكم مصر اقول له صح طب رقم 8 انتصرت الملكة كليوباترا السبعة في معركة اكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد اقول له غلط على طول الملكة كليوباترا السبعة انهزمت مش انتصرت طب رقم 9 تعد مكتبة الإسكندرية أحد مظاهر اهتمام الرومان بالثقافة في مصر قديما يعني مكتبة الإسكندرية اللي عملها الرومان غلط طبعا اللي عملها البطالمة أما الرومان كانوا بيعملوا حاجتين برضو المسارح والمعابد البطالمة عملوا مكتبة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية طب رقم عشرة أنشاء البطالمة منارة الإسكندرية لإرشاد السفن؟ أقوله طبعا صحة طب رقم حداشر أصبحت الإسكندرية أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط في عهد الرومان أقول له صح الإسكندرية كانت أهم مركز تجاري في شرق البحر المتوسط الكلام ده في عهد الرومان وكانت ثقافيا رقم 2 بعد روما طب رقم 12 رحب المصريون بالفتح العرب الإسلامي لمصر سنة 641 ميلاديا أقول له صح ليه ليتخلصوا من حكم الرومان طب رقم به عندي بيقول لي يصوب ما تحته خط رقم 1 استغلت روما أرض مصر لزراعة محصول القطن وجايب لخط تحت القطن طبعا لزراعة محصول إيه أقول له القمح بدل القطن لأنهم اعتبروا مصر إيه مزرعة للقمح ليه لتزويد روما به يعني كانوا بياخدوا الأمح بتاعنا ويودوه له روما يبقى الرومان استغلوا أرض مصر علشان يزرعوا الأمح طب رقم 2 آخر ملوك البطالمة في مصر هي الملكة حتشبسوت وجايب لخط تحت الملكة حتشبسوت طبعا إحنا عارفين آخر ملوك البطالمة مين طبعا كيليو بطرة السبعة مش الملكة حتشبسوت طب رقم 3 مؤسس دولة البطالمة في مصر هو بطلاميوس الثالث وجايب لخط تحت بطلاميوس الثالث أقول له مؤسس دولة البطالمة في مصر هو بطلاميوس الأول مش الثالث طب رقم 4 دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن الثاني الميلادي الدين المسيحي لما دخل مصر دخل في منتصف القرن الثاني الميلادي اقول له لا طبعا ده في منتصف القرن الاول الميلادي مش الثاني طب رقم خمسة اطلق على عصر الامبراطور يوليوس كيصر عصر الشهداء وجايب لخط تحت يوليوس كيصر مين الامبراطور اللي احنا بنقول على عصره عصر الشهداء اقول له الامبراطور دقليديانوس اسمه ايه؟ دق للديانوس طيب يلا بينا نخش على تاني سؤال عندنا وهو سؤال اختياري وبيقولي رقم واحد أظهر الإسكندر الأكبر احترامه للديانة المصرية من خلال زيارته معبد الإله ايه؟ أقوله على طول لما زار معبد الإله آمون وطبعا احنا عارفين معبد الإله آمون كان موجود في واحد ايه؟ في واحد سيوة وده السؤال رقم اتنين زار الإسكندر الأكبر معبد آمون الموجود في واحد على طول سيوة طب رقم ثلاثة مؤسس دولة البطالمة في مصر مين اقول له على طول من غير ما فكر بطلميوس الاول هو مؤسس دولة البطالمة علشان ما يجيلي ويقول لي كان حكم بطلميوس الاول لمصر بداية العصر ايه اقول له للعصر البطلامي بطلميوس الاول هو مؤسس دولة البطالمة وبداية حكمه بداية للعصر البطلامي طب رقم خمسة استكمل بطلميوس الاول بناء مدينة ايه اقول له على طول بناء مدينة الاسكندرية اللي كان خطط لها مين الاسكندر الاكبر بطلميوس الاول بعد ما حكم مصر بعد وفاة الاسكندر الاكبر استكمل بناء مدينة الاسكندرية وكمان بقت هي عاصمة المصر علشان نخش على السؤال رقم 6 وبيقول لي مدينة مصرية اتخذها البطالمة عاصمة لهم ما انت لسه ايل الاسكندرية طب رقم 7 ادخل البطالمة الات زراعية جديدة لمصر منها ايه اقول له الساقية الساقية دي من الالات الزراعية والادوات الزراعية اللي البطلمة دخلوها مصر طب رقم تمانية بدأ ضعف دولة البطالمة بعد حكم مين اقول له الاقوياء كان بطلاميوس الاول والتاني والتالت يبقى من بعد التالت كان كل اللي جاي ضعفاء يبقى بدأ ضعف دولة البطالمة بعد حكم مين اقول له على طول بطلاميوس التالت طب رقم تسعة الملكة كليوبطرة السابعة هي اخر ملوك مين هي اخر ملوك البطالمة اخر ملكة في ملوك البطالمة الملكة كليوبطرة السابعة طب رقم عشرة كان البطالمة يحكمون مصر حكما ايه اقول له ملكيا مطلقا طب تعال نشوف كده في الاختيار اه عند كلمة مطلقا اخطرها على طول طب رقم 11 تنسب منارة الاسكندرية القديمة الى عصر مين فانه عصر تم انشاء منارة الاسكندرية لارشاد السفن في البحر اقول له في عصر البطالمة طب رقم 12 احد اهم الانجازات الثقافية للبطالمة في مصر هو بناء جامعة ايه اقول له عملوا مكتبة اسمها مكتبة الاسكندرية وكمان جامعة اسمها جامعة الاسكندرية هنا ايه الاسكندرية هو اخطرها على طول طيب بالنسبة للسؤال رقم 13 بيقول لي تحولت مصر الى ولاية رومانية عام 30 قبل الميلاد بعد معركة ايه اقول له بعد معركة اكتيوم البحرية واللي انهزمت فيها الملكة كليو بطرة السبعة على ايد مين على ايد الرومان طيب رقم 14 احد اشهر المعابد التي تم تشهدها في فترة الحكم الروماني لمصر هو معبد مين اقول له معبد رأس السوداء معبد ايه معبد رأس السوداء طيب رقم 15 دخلت المسيحية مصر على يد القديس اقول له على طول القديس مرقص القديس مين مرقص طيب رقم 16 اول دير تم بنائه في مصر هو دير الانبا ايه اقول له الانبا انتونيوس اللي موجود الوقت في محافظة البحر الاحمر يبقى اول دير تبنى عندنا في مصر دير مين دير الانبا انتونيوس اللي في محافظة البحر الاحمر طيب يلا بينا نخش على تالت سؤال عندنا وبيقول لي اكتب تفسيرا واحدا رقم واحدا زيارة الاسكندر الاكبر لمعبد الاله امون اللي في واحد سيوة يعني ايه يعني ليه الاسكندر الاكبر رح زار معبد الاله امون اللي في واحد سيوة اقول له ليتقبل المصريين حكمه ويكسب تأييدهم علشان يقبل حكمه ويقدر يكسب تأييدهم يبقى ليتقبل المصريين حكمه ويكسب تأييدهم طب رقم اثنين انشاء منارة الاسكندرية يعني ايه السبب اللي خلى البطالمة يعملوا منارة اسمها منارة الاسكندرية اقول له لارشاد السفن في البحر لارشاد السفن في البحر طب رقم ثلاثة رغبة الاسكندر في الاستلاء على مصر يعني ايه السبب اللي خلى الاسكندر يبقى عاوز يستولي على مصر اقول له علشان حكتين لتوسيع امبراطوريته عايز يوسع الامبراطورية بتاعته علشان كده عايز يستولي على مصر وتأمين الغذاء لجيشه مصر كانت اغنى بلد في الوقت ده في المحاصيل الزراعية والقامحة فعايز يوفر الاكل للجيش الكبير بتاعه يبقى لتوسيع امبراطوريته وتأمين الغذاء لجيشه طب رقم اربعة ضعف وانهيار حكم البطالمة لمصر قديما اهي الاسباب اللي ادت الى ضعف وانهيار حكم البطالمة اقول له عندي ثلاث حاجات بسبب صورات الشعب المصري ضد البطالمة الشعب المصري كان كل شوية يعمل صورات ضد البطالمة تاني حاجة ضعف ملوك البطالمة بعد بطلميوس الثالث من بعد الملك بطلميوس الثالث ملوك البطالمة بقى ضعفاء وتالت حاجة تدخل روما في شؤون مصر الداخلية روما كان بتدخل في كل كبيرة وصغيرة في مصر يبقى احنا عندنا ثلاث اسباب ادوا الى ضعف وانهيار حكم البطالمة في مصر بسبب صورات المصريين ضد البطالمة وضعف ملوك البطالمة بعد بطلميوس الثالث وتدخل روما في شؤون مصر الداخلية طب رقم خمسة تخطيط الاسكندر الاكبر لبناء مدينة الاسكندرية هو ليه الاسكندر الاكبر كان عاوز يعمل مدينة اسمها مدينة الاسكندرية اقول له لتكون عاصمة للبلاد لتاني لتكون عاصمة للبلاد طب رقم ستة تسمية عصر الامبراطور ديقليديانوس بعصر الشهداء ليه بنقول على الامبراطور ديقليديانوس ده ان عصره عصر الشهداء اقول له لانه قتل الكثير من المسيحيين وأحرق القتب المقدسة وضمر الكنائس تاني لأنه قتل الكثير من المسيحيين وأحرق القتب المقدسة وضمر الكنائس طب رقم سبع ترحيب المصريين بالفتح العرب الإسلامي سنة 641 ميلاديا يعني ليه المصريين كانوا فرحنين بالفتح العرب الإسلامي أقول له للتخلص من حكم الرومان عايزين يتخلصوا بأي طريقة من حكم الرومان طيب بالنسبة للسؤال اللي بعد كده بيقول لي أكتب نتيجة واحدة ترتبت على رقم واحد معركة أكتيوم البحرية سنة 31 قبل الميلاد يعني إيه اللي حصل بعد معركة أكتيوم البحرية أقول له تحولت مصر من دولة بطلمية إلى ولاية رومانية خلاص مصر ما عادتش هتبقى دولة بطلمية لا ده هتبقى دولة تابعة لروما يبقى تحولت مصر من دولة بطلمية إلى ولاية رومانية طب رقم اتنين أكتب نتيجة واحدة ترتبت على الفتح العرب الإسلامي واحد واربعين ميلادية يعني يقول لي ايه اللي حصل بعد الفتح العربي الاسلامي لمصر اقول له انتهاء حكم الرومان لمصر بعد الفتح العربي الاسلامي مصر ما عادتش هتبقى تحت حكم الرومان خلاص ده هتبقى تحت حكم الفتح العربي الاسلامي يبقى انتهاء حكم الرومان لمصر طيب بيقول لي اكتب دليلا واحدا على محاولة الاسكندر الاكبر كذب تأييد المصريين قديما طب يعني ايه الكلام ده اقول لك يعني عاوزك تقول لي اي دليل يوضح لي ان الاسكندر الاكبر كان عايز يكسب تأييد المصريين اقولك زار معبد الاله امون اللي في واحد سيوه ليظهر احترامه للديانة المصرية طب اخر سؤال عندنا جايب لي اثار في عصر البطالمة وعصر الرومان وبيقولك انا عاوزك توزع لي الاثار دي اثار البطالمة واثار الرومان وجايب لي اربع اثار المصرح الروماني تبع انهي اثار اقوله تبع اثار الرومان طب معبد رأس السوداء برضو أصار الرومان طب منارة الإسكندرية لا ده من أصار البطالمة طب معبد كومومبو أقوله برضو من أصار البطالمة يبقى احنا كده وزعنا الأصار على أصار البطالمة وأصار الرومان وبكده نكون خلصنا فيديو الأسئلة النهاردة ما تنساش تنزل تحمل الأسئلة من تحت الفيديو على طول تحياتي ليكم مستر عطا زكي شحط